موسيقى وفق مجلس الوزراء اليوم من حيث المبدأ على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2015 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي بغية توحيد مجموعة من التشريعات التي تحكم عمل دائرة الأراضي والمساحة حيث يعمل المشروع على إلغاء نحو 13 قانون معمولا به حاليا الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملكية العقارية على صعيد أخر قال مدير مديرية أراضي شمال عمان الدكتور عمار عياصرة لرؤية إن المدرية بدأت بتطبيق ما أوعز به رئيس الوزراء خلال زيارته يوم أمس إلى المدرية وأشار العياصرة إلى أن نسور تبادل الحديث مع المراجعين واستمع إلى ملاحظتهم ومطالبهم بشأن الخدمات المقدمة إليهم حيث أكد رئيس الوزراء أهمية التسهيل على المراجعين والمستثمرين وتبسيط الإجراءات أمامهم من خلال هذه الزيارة تفقد أحوال المواطنين الذين تقدموا لدولته بعدة ملاحظات من جملة هذه الملاحظات التي تقدموا بها هي علقوا كثيرا على أسعار أساس دائرة الأراضي والمساحة وهذه الأسعار تأخذ عند تقدير قيمة كل قطعة أرض تباع وتشترى وتوثق أمام مدير تسجيل أراضي شمال عمان مدرية تسجيل شمال عمان وأوعز دولة الرئيس الوزراء حسب ما قرأنا في الصحف المحلية أيضا صباح هذا اليوم أنه لابد من تنظيم عملية حركة ومتابعة المعاملات في مدرية تسجيل الأراضي من خلال مكاتب عقارية مرخصة وعدم السمسرة أو الوساطة العقارية داخل ومن خلال بحاة مدريات التسجيل المعني اشتركوا في القناة